شنطة الحج أو حقيبة الحج ثلاث شنط أساسية لا تستغني عنهم في يوم عرفة وأغراض أساسية هقولك عليها ونصايح في آخر الفيديو هقولك عليها برضو إن شاء الله خليك معايا للآخر وتابعي الفيديو وشير كتير زي ما تعودنا عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن والكل يستفيد وربنا يجعله في ميزان حسناتي وحسناتكم يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إزايكم وعملين إيه يا رب تكونوا بخير الفيديو ده هكلمكم فيه عن حاجات أساسية ومهمة هتخديها معاك هتنفعي جدا يوم عرفة إحنا مش هنجهز شنطة واحدة إحنا هنجهز ثلاث شنط هناخدهم معانا بإذن الله قبل أي حاجة أحب أقدم لك تهنئة مليئة بالحب وصدق المشاعر على توفيق الله سبحانه وتعالى لك بالحج وهذا العام وتيسير الأسباب إن ربنا اختارك إنك تكوني من حجاج بيته إن شاء الله وأسأل الله العلي القدير أن يجعلنا إخوة على صلو المتقابلين مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كتير مننا ما بيلتفتش للحقيبة الحج والاهتمام بترتبها رغم النهية هتيسر عليك أمور كتير جدا في الحج وهتوفر عليك وقته وجهده وهتهون عليك متاعب كتير جدا والحقيقة هنالنهاردة مش جيالك بشنطة واحدة بس لا هم ثلاث شنط المفروض يكونوا معاك إن شاء الله في الحج الشنطة الأولى هي شنطة صغيرة خفيفة كده كروس تتعلق في الرقبة شنطة كروس كده أو البديل لها الحزام بالنسبة للحزام الإحرام بالنسبة للرجال بيبقى ليه جيوب كده ده مش هيستغنى عنه طبعا طول فترة الحج حتى لو الحمامات روحته الحمام بتاعها هي بتكون معاك بالنسبة ليك انت كسيدة الشنطة الكروس الخفيفة اللي قلنا عليها صغيرة وخفيفة وبالنسبة للرجال شنطة كروس برضو أو الحزام على حسب هو عاوز إيه طيب الشنطة دي هيكون فيها إيه؟ الشنطة دي هيكون فيها إثبات الشخصية بتاعتك تصريح الحج تليفونك وحرصي دايما إن التليفون يكون مشحون مبلغ نقدي كده بسيط يعني فلوس كده تحطيها بسيط تحتاجي مثلا تشتري حاجة بعض الأشياء الخفيفة كده نضارة نضارة طبية نضارة بتاعتك الطبية أو نضارة شمس والساعة لو أنت بتلبسي ساعة أو بالنسبة للرجال برضو الساعة بتاعته من الآخر كده دي مش هتفرقك يعني الشنطة دي بمحتوياتها ما تفرقكيش خالص دي معلقاها في أي متان طبعا فيها مستلزماتك الشخصية فما تضيعيهاش ما تشليهاش خالص من إيدك الشنطة التانية بقى شنطة صغيرة وخفيفة تتشال فوق الظهر كده أو بتشليها على الكتف بتحمليها على الكتف زي الشنطة المدرسة كده أو الشنطة الكروس الكبيرة أو شنطة قماش مثلا مش هتستغني عنها فترة طويلة لتقول إنك مش هتستغني عنها طول فترة الحاجة وخصوصا يوم عرفة وليلة مستلفة وحتى رمي الجمرة العقبة الكبرى والطواف والعودة لمخيمك بمينة ودي هتحتوي على إيه بقى؟ الشنطة دي زي ما قلنا الشنطة دي إما إن هي شنطة ضهر صغيرة أو شنطة كروس أو شنطة كتف بس تكون شنطة كروس كبيرة أو شنطة كتف أو شنطة قماش حتى إيه اللي يعجبك؟ دي هيكون فيها بقى المصحف بتاعك كتيب الأدعية زي ما قلت لك كتيب عن مناسك الحج عشان لو اختلفتوا في أي حاجة أو نسيتي حاجة ترجعي لها سجادة صلاة خفيفة سواك يكون معاكي تليفون برضو صغير مثلا كده تحط فيه الأرقام المهمة كلها اللي انت محتاجاها وبيكون مشحون لازم يكون مشحون باوربانك اللي هو الشحن المتنقل ده بالسلك الخاص بيه وبنوع هاتفك طبعا بنوع موبايل بتاعك سماعات أذن هتحتاجيها في سماع كرآن سماع دروس علم أو محاضرة كمان كاب وشمسية كاب أو شمسية اللي يعجبك بس يفضل طبعا الكاب ويفضل أن يكون باللون الأبيض علشان يعكس برضو أشعة الشمس ده بابيس بقى مجبك وخيط وإبرة ومقص وأصرافة نوتة وألم كفر للعين زي ما قلتلكم اللي هي المنامة دي اللي بتغطي العين أثناء النوم مناديل ورقية عادية ومناديل مبللة بدون ريحة معاقم إيدين بدون ريحة كمامات وجه أكياس بلاستيكية لقعدة الحمام زجاجة ديتول مخفف للحمام برضو مع بخاخ صغير كده ممكن تفضيها في إزازة ببخاخ صغير حتى لو هي مش ببخاخ أطرى غسول للعين عشان جفاف العين بخاخ برضو غسول للأنف بنادول مضادة حيوي لازق جروح حاجة للصدع مسكنات ريلاكسون مرخي للعضلات بولترين لشد العضلي كل ده خليه معاكم مرهم للتسلخات والالتهابات اللهم صلع النبي والأدوية المزمنة بقى لو انت عن مريض ضغط سكر بتاع بتحطي الأدوية دي علبة طمر صغيرة كده تكلي منها عشان تتجنبي الهبوط وكمان بتقلل دخول الحمام زجاجة ميا بقى بخاخة ميا بمروحة ودي مهمة جدا جدا علشان الحر بخاخ ميا بيكون بمروحة كده وهتلاقيها موجودة في المولات اللي قدام الحرم ممكن تجي بيها منها الشنطة بقى التانية هتكون زي شنطة صفر كده صغيرة يعني شنطة اللي هي اللي بتتجر وبس الترول يعني بس شنطة صغيرة ودي هتسبيها في مخيمك في منا يعني هتسبيها في المخيم ويكون فيها أشياء ما تحطيش فيها بقى أشياء تخافي عليها أو تخافي من فقدانها يعني ما تحطيش فيها أشياء زقيمة يعني لا فلوس مثلا ولا موبايلات ولا حاجة هنخط فيها إيه بقى؟ هنخط فيها طقمين إحرام للرجال بالنسبة للرجال طقم للطواف القدوم ومينة في التروية وطقم اليوم عرفة ويوم النحر كمان هنخط ثلاث جلاليب للرجالة أو ثلاث طقم يعني تشيرتات وبنطلونات وكده وقطقم غيار داخلي أربعة بالنسبة للسيدات حطي أربع بيات مع طقم داخلي برضو كامل وبنطيل قطن وبضيهات قطن وأربع طرح عشان تغيري لأنك مش هتعرفي طبعا تخسلي عشان يكفوك كزا يوم دول أربع بيات قطن للنوم مثلا أو أربع بيجامات اللي يعجبك إزدال صلاة ثلاث شربات قطن وتكون سميكة فوطة فوطة شخصية الفوطة الصحية اليومية دي مهمة جدا برضو شاحن كهربائي بقى يكون متعدد المخارج وشاحن سلاسي ومشتك فرشتك مع جون سنانك فرشت السنان آآ عطر بالنسبة للرجال مزيل عرق بدون رائحة آآ صابون بدون رائحة شامبو بدون رائحة موس للحلاقة برضو أو مكينات آآ أو مكينات الحلاقة يعني آآ حطي أكياس كمان آآ للملابس المتسخة عشان تحطيها فيها آآ شبشب حمام أو كروكس وبيفضل إنه طبعا يكون عالي زي ما قلتلك في فيديو قبل كده وخذي معاك برضو شمعتين أو تلاتة علشان آآ الهدوم طبعا تكون مكوية آآ أهم حاجة بقى آآ كل شنطة حطي فيها بطاقة تعريف ليكي وآآ باسمك يعني بطاقة لتلاتة الرقبة أو الإسورة اليد ودلوقتي ما بقاش فيه إسورة بقى فيه بطاقة زهبية أحرسي برضو على إنك تبقى معاك باستمرار علشان يبقى فيها مكتوب فيها بياناتك برضو عشان لو حصل أي مكروه لقدر الله يبقى سهل التعرف على صاحب البطاقة آآ لما توصلي بقى المناطق المشاعر المقدسة بمنع وعرفات اعرفي أماكن المخيمات كويس قوي قبل مغادرتها علشان تعرفي ترجاعي تاني الجنبي تعرض المباشر للشمس على قد ما تقدري باستخدام بقى الشمسية أو الكاب آآ كمان آآ ملحوظة أخيرة آآ ما تنسينيش من صالح دعائك بالله عليك وآآ ما تنسيش أدويتك وآآ ربنا يتقبل منكم يا رب العالمين حج مبرور وزنب مغفور إن شاء الله ولا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته